هاته السيدة وبعد أن سددت أزيادة من 300 مليون سنتيم لأحد المراقين العقاريين بغية استفادتها من سكن سنة 2012 لا تعلم مصيرها ومصير أموالها وهي ليست الوحيدة بولاية عينت موشند ضحية المراق العقاري نقرأ في هذا المشاريع للسكن وراء ندفعنا كامل رحمه بالزيادة ولكن ما كملنا هذا المقاوين ما كملنا سكني نحن رأنا اللي ما خسرش على الأقل خسر 100 مليون بش كمل سكنته وسكننا بلا ماء بلا الضوء وبلا غاز عدنا حقوق وعدنا واجبات الواجبات تتوعنا درناهم خلصنا ودركوا الحقوق تتوعنا ويراهم ضحايا جدود لمرقين عقاريين في وقت ترفض فيه مديرية السكن بالولاية تقديم أي توضيحات بشأن توقف العديد من المشاريع السكنية التي ينتظر أصحابها استلامها منذ أزيد من عشر سنوات ترى السكن أخاوية فارغة ما في هوالو مخلصين 172 مليون بلا يعاناة الدولة لأي 70 مليون في سكن غير مهيئ تماما ومعاناة قديمة من 2005 قال لك أنا درهمي ماركي بيريتو ومش ما عند الأول حنايا زدناه من عدنا زدناه المصاريف كبيرة زدناه من عدنا زدناه كم من ناس كان لنا وحدنا وما زره يتبعه ورانا نتبعه كالناس اللي رهم معانا ما عندهم لا أفكتاسيون لولو ما دين درهم والحساب عندهم الوثائق اللي تشهد على ذلك حنايا مشكلتنا مشكلة أخرى وهي التأخر تأخر تأخر مفرد رغم تدخل السلطات ضحايا سلبت أموالهم وينتظرون حلمهم المنشود في الحصول على سكن منذ سنوات أمام صمت تلتزمه السلطات المحلية تجاه الوضع الذي يتفاقم يوما بعد يوم